موسيقى موسيقى سلام عليكم ورحمة الله العز بن عبد السلام مغربي الأصل شامي المولد مصري الممال فعائلة الشيخ هاجرت من المغرب إلى أرض الشام ليولد الشيخ في بيت من بيوت دمشي حاضرة الأموين حيث نشأ نشأة عادية للغاية بين أقرانه والمفارقة العجيبة أن هذا الشيخ العظيم لم يطلب العلم إلا متأخرا ولعل سيرته تمثل خير مثال لأولئك الشباب الذين يتحججون بأن قطار العلم قد فتهم فبالرغم ببدايته المتأخرة جدا ظل الشيخ يثني الركب في مجالس العلماء حتى بلغ من العلم مبلغا عظيما فأصبح إمام الجامع الآموي في دمشق وكان هذا أعلى منصب يمكن للعالم أن يلاله في بلاد الشام في ذلك الوقت أقدم أمير دمشق الصالح إسماعيل إلى موالاة الصليبين فعطاهم حصن الصفض والثقيف وسمح لهم بدخول دمشق لشراء السلاح والتزود بالطعام فاستنكر العز بن عبد السلام ذلك وصعد على المنبر الأموي وخطب في الناز خطبة عصماء أفت فيها بحرمة بيع السلاح للفرنجة وبحرمة الصلح معهم وقال في آخر خطبته اللهم أبرم أمر رشد لهذه الأمة يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته ثم نزل من على المنبر دون الدعاء للحاكم الصالح إسماعيل فاعتبر الملك ذلك عسيانا لولي الأمر وشقا لعصى طاعته فغضب على العز وسجنه بخيمة بجانب خيمته وبينما هو في سهرة مع حلفائه الفرنجة سمع الصليبيون صوت الشيخ وهو يقرأ القرآن في منتصف الليل فقال الصالح إسماعيل للصليبيين وهو يبتسم ابتسامة الذليل ليقول لهم إنه سجن هذا الرجل من أجلهم فنظر الصليبيون إلى حليفهم السلطان إسماعيل بكل احتقال وقالوا له إن هذا الرجل لو كان قسيسا لدينا لغسلنا قدمه بأيدينا وشربنا الماء الذي يقطر من قدمه وبعد ذلك هاجر الشيخ ابن عبد السلام بدينه إلى مصر ليكرمه السلطان نجم الدين أيوب ويجعله إمام جامع عمر بن العاص ولكن الشيخ رغم ذلك أبى على نفسه أن يكون عالما للسلطان بل اختار الشيخ العز بن عبد السلام أن يكون سلطانا للعلماء فرغم المناصب الهمة التي تولاها الشيخ في مصر التزم العز بن عبد السلام بقول كلمة الحق ومجاهرة الحكام بها في القاهرة فلم يكن العز يكتمها إذا رأى أنها تحول دون الصدع بالحق وإزالة المنكرات ففي أحد الأيام تيقن الشيخ ابن عبد السلام من وجود حانة تبيع الخمور في القاهرة فخرج إلى السلطان نجم الدين أيوب في يوم عيد إلى القلعة فشاهد العساكر مصطفين بين يديه ورأى ما فيه السلطان من الأبهة في يوم العيد وقد خرج على قومه في أبهزينته فأخذت الأمراء تقبل الأرض بين يدي السلطان فالتفت الشيخ إلى السلطان ونداه بصوت مرتفع وقال يا أيوب ما حجتك عند الله إذ قال لك ألم أبوئ لك ملك مصر ثم تبيع الخمور فقال السلطان هل جرى هذا فقال الشيخ نعم فقال السلطان للشيخ يا سيدي هذا ما عملته أنا هذا من زمن أبي فقال الشيخ أأنت من الذين يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة عندها رسم السلطان بإبطال تلك الحانة وعندما عاد الشيخ إلى تلميذه سأله أحد التلميذ يا سيدي كيف استطعت أن تقف أمام السلطان العظيم وتصرخ به أمام أمرائه وتناديه باسمه مجرد فقال الشيخ يا بني رأيته في تلك العظمة فأردت أن أهينه لألا تكبر نفسه فتؤذيه فقال التلميذ يا سيدي أما خفته فابتسم الشيخ ابن عبد السلام في وجه تلميذه وقال والله يا بني إني كلما استحضرت هيبة الله تعالى صار السلطان أمامك القبط فعندما تولى السلطان قطز مقالد الحكم في مصر أراد أن يجمع المال من الشعب لتجهيز الجيش فطلب الفتوى من الشيخ العز بن عبد السلام فرفض الشيخ أن يحابي السلطان في دين الله وقال له أنه يجب عليه أولا أن يجمع الذهب والمجوهرات الموجودة عند أمراء الممالك لكي لا يبقي معهم إلا أسلحتهم وأخي لهم التي سيحاربون بها وعندها يصبح الأمراء في نفس مستوى عامة الشعب وقتها فقط يمكن له أن يأخذ تلك الفتوى وفعلا نفد السلطان المظفر سيف الدين قطز ما قاله شيخه وتم تجهيز كل الجيش بالأموال التي حصل عليها من بيع مجوهرات الأمراء بل إن المال زاد عن الحاجة عندها وقف الشيخ البطل العز بن عبد السلام في جوامع مصر المحروصة يحرض الناس على الجهاد ويذكرهم بقصص الصحابة والسلف الصالح وخرج الشيخ بنفسه إلى ساحة الجهاد لينال شرف دحر التاتار عن أمة الإسلام ينتصر المسلمون في معركة عينجلوت الخالدة بفضل رجال من أمثاله يظل الشيخ يجاهد في سبيل الله ويدعو لله حتى بلغ الثلاثة والثمانين ليتوفى رحمه الله سنة ستمائة وستين هجري ليصلي عليه جميع أهل مصر وهم يبكون على خسارة أعظم علمائهم وظن الناس أن زمن العلماء انتهى بموت هذا العالم العظيم العبرة أن الإسلام دين يبعث بالعزة وسؤدد في قلب كل إنسان يتمسك به فلا يعود الإنسان بعدها يأبه بأي شخص أمامه حتى ولو كان ملكا من الملوك وقد رأينا كيف كان موقف العالم الجليل العز بن عبد السلام مع السلطان الذي كان يستبيح بيع الخمور في بلدته إنها هالة العز التي تحيط بالمسلم الذي يتمسك بالكتاب والسنة فتجعل منه إمبراطورا أمام ملوك الأرض جميعا وعظيمنا الحالي يعتبر خير مثال لتلك العزة الإسلامية فكان اسما على مسمى فنحن نتحدث عن سلطان العلماء وبائع الأمراء إنه المجاهد الهمام الفصيح الكلام رمز العزة ورمز السلام الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلام عليكم اشتركوا في القناة